كامين حمام ريغة جنوبي 1957 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأضطر مصدر أو مرجع المعلومات كامين حمام ريغة جنوبي 1957 ميلادي قوات جيش التحرير كان الكوموندوس المنفذ العملية يضم 35 مجاهدا موزعين على ثلاثة أفواج كل فوج يضم 11 مجاهدا كان الفوج الأول بقيادة سيزوبير والثاني بقيادة سيموسا طلوزا بحوزته مرشاش من نوع أف أمبار أما الفوج الثالث كانت تحت قيادة أحمد خلاصي مساعد سيموسا الذي كان بحوزته رشاش عيار 30 الشاهد سيزوبير اسمه الحقيقي طيب سليمان محمد بن محمد من موليد سنة 1929 ميلادي بدوار تالى حمدان بفروخة في ضواحي الصمعة بولاية البليدة حفظ القرآن الكريم بالمدرسة القرآنية الموجودة في مصطة رأسه كما تابع دروسا مسائية بالصوم على يتعلم الفرنسية واضطر للعمل مبطرا في مزارع المعمرين بالمتيجة التحق بالثورة في وقت مبطر اعترف له الجميع بأنه خابر في التخطيط العسكري وقد قام بتشتيل كوموندو بالمنطقة الثانية للولايات الرابعة وبعد استشهاده حمل الكوموندو اسمه وصار يعرف بكوموندو السيزو بير كان مسؤولا عسكريا وعضوا بمجلس المنطقة الثانية رفقة طيب الجغلال الذي استبدل بالنقيب سي علي لونيسي سنة 1957 ميلادي وفي الثاني والعشرون فيفري 1957 ميلادي بينما تانا التوموندو بمنطقة الداموس لنصف تامين استدعي السيزو بير من طرف القيادة بالولايات الرابعة للرحيل لدوارس باغنية اين تانا ارثر من 400 ثانوي وطالب التحقوا بالثورة بعد الاضراب بين الهمين اضراب ثمانية ايام واضراب التجار ونظر للطابع الاستعجال والهمل المهم المتلى اليه طرر السيزو بير الذهاب بمفرده وتانا من بين المهام التي اوتلت اليه التتفل لهذه الوحدة الهمة من الطلبة واتخاذ طرار بشأن تحويل كل واحد منهم الى الوحدات تعيين محافظين سياسيين ارسال بعض الطلبة الى الخارج وتانا يفترض ان يلتحق به الكوموندو الذي كان يشرف عليه لسبغنية الى ان الاعداد الكبيرة للطلبة بالدوار واقامتهم الطويلة به سمحت لأحد الجواسيس بالتبليغ عنهم لدى السلطات الفرنسية وفي يوم الثاني والعشرون فيفري 1957 ميلادي وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال وجدوا انفسهم مطوّقين بخمسة عشر طائرة مروحية من نوى السيكورسكي فأمر الطلبة بالانسحاب صعودا مع الوادي بينما بقي وحده يطلق النار على طائرات العدو تصدى منعها من الهبوط وانزال الجنود فبدأ الجنود يطلقون النار عليه من الطائرات فأصبته رصاصة 7-12 لتستقر في عنقه وكانت تفيلة لقتله وقد استشهد معه حوالي 27 طالبا من بينهم فتاة القوات الفرنسية طافلة أسترية مشتلة من خمسة شاحنات GMC سيارة من نوع جيب حوالي 120 جنديا موقع الكمين جارت وقع هذا الكمين في المنطقة الواقع على محور حمام ريغا بمدفع مراد أسباب الكمين كان عضاء الكوموندو المنفذ لهذه العملية متماكزين بعالي مراد غير بعيد عن محور ماراندو حمام ريغا والطريق الذي يربط الجزاء بمليان مرورا ببوتيتا وفي صبيحة أحد أيام جنوذي 1957 ميلادي كانت طافلة أسترية تسير عبر الطريق المؤدي لمارسوم ناصر وشرشال متوجهة إلى متان ما تصدى إجراء تمشط فطرر طائد التتيب الزوبرية السي الزوبر طيب سليمان من الصمع ومساعد السيموزة طلوزة من عين الدفلة أن يعد لها تامينا في طريق عودتها وما تجيب الإشارة إليه هنا أن القافلة كانت تستطلعها طائرة جسوسة من نوابية كوب لتفتح لها الطريق على مسافة تراوح بين 300 إلى 500 متر وكانت تتفحص بضيق لمتناهية الجوانب الطريق والمساحات المجاورة لتشف أي حضور مشبوه أو غير عادي خطة التامين وضع فوجين على جانبي الطريق والحرص أن لا يكون متقابلين وهذا بالطبع حتى لا يطلق أحدهم النار على الآخر حين يطع الاشتبات تموط الفوج الثالث على بوث 300 متر من مكان تماتز الفوجين فوق جبل صخر مرتفع يطع طبالة الطريق وقائل تمين من موطعه كان قائد التتيب السيزوبير يراقب بمنظاره تحركات القافلة التي كانت في طريق عودته إلى مركزها وكان من حسن حظ وحدات جيش التحرير أن الطائرة الجسوسة لم ترافق القافلة وعند وصول القافلة بالقرب من تماتز قوات المجاهدين وتانى تتقدم القافلة السيارة الجيب التي ترتها المجاهدون تمر وعند وصولها إلى المنعرج المطابل المتان الذي تانى فيه المجاهدون طام السائط بحرة مباغتة وأطف السيارة بعنف متانها فأحدثت العجلة صوتا رهيبا تلعويل وبدأ طائد القافلة يصرخ بشدة ويقول أطلقوا النار إنهم الفلطة وطام بإطلق النار على المجاهدين التامنين في يصار الطريق وتوقفت القافلة وبدأ الجنود يقفزون من الشاحنات في محاولة محاصرة وحدات جيش التحرير من الخلف فأما الشاحنات فقط كانت متماكزة في متان متأخر من مواقع المجاهدين أما رتب السيارة فراحوا يطلقون النار عشوائيا قبل تعرضها لطلقات جيش التحرير مما أدى إلى انقلاب السيارة ومرتل كل من كان على متنها بينما احتمى جنود القافلة تحت الشاحنات إلى غاية وصول المدد الجوي بعد ابتعاد المجاهدين عن ميدان القتال نتائج الكمين في صفوف جيش التحرير لم يغنم المجاهدون أي السلاح لم توجد خسار بشرية في صفوف القوات الفرنسية مرتل قائد القافلة وثلاثة من الضباط وسائر سيارة جيب اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اشتركوا في القناة